غادر البلاد اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعد زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام وكان في ودعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعرب سموه عن شكره وتقديره إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب